بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا جميعا ما يجري في أمريكا أمريكا الدولة العظمى والكبرى والتي تهيمن على مناطق كثيرة من العالم رأينا كيف أنها تصدعت من الداخل وكيف أن فترة حكم ترامب أربع سنوات كشفت وعرت الحالة الأمريكية بشكل كبير فالمجتمع الأمريكي ليس مجتمعا متماسكا بل تضرب فيه وتنخر فيه العنصرية بشكل كبير رأينا أيضا انقسام مجتمع هائل 75 مليون يؤيدون ترامب في المقابل حوالي 78 مليون يؤيدون جو بايدن إذن حالة انقسام حادة في المجتمع الأمريكي الأمور مرشحة في ظل عملية التصعيد والشحن الكبيرة التي قام بها ترامب في الأيام الماضية قادرة على أن تجعل تبعات كبيرة لما قام به ترامب في الفترة الماضية لا شك أن هذا الزلزال الذي ضرب أمريكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا سوف نشاهده ربما لسنوات قادمة ترامب قام بتلغيم المجتمع وتلغيم المنطقة والشرق الأوسط والعالم ترامب كان كاشف بشكل كبير جدا لأشياء كانت خافية لصدوع ضخمة في داخل الجسم الأمريكي بل الدموقراطية الأمريكية كلها والتي كان يتم التغني بها أصبحت على المحك بشكل كبير هذه الدموقراطية التي رضيت من قلابات كثيرة ومتعددة في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وكان آخرها انقلاب عبد الفتاح السيسي في عهد جو بايدن نفسه عندما كان نائب لرئيس أمريكا اللي هو أوباما لا شك أن الأمور لم تنتهي بعد وأن هناك تبعات كبيرة ولكن كان اللافت للنظر أن تركيا والرئيس أردوغان تحديدا كان لهم بصامات خاصة على ما يجري في أمريكا وكأن أردوغان أراد أن يرد لأمريكا ما فعلوه في عهد جو بايدن عندما كان نائب للرئيس وحدث محاولة الانقلاب على الرئيس أردوغان في 2016 وكان في ذلك الوقت الرد الأمريكي الرسمي أنه يدعو جميع الأطراف لضبط النفس وكانت تصريحات ركيكة جدا وتعطي ضء أخضر للانقلابيين بمواصلة ما يقومون به ولكن الرئيس أردوغان أيضا كان يطالب الأمريكيين بضبط النفس ويطالبهم باحترام الدموقراطية وتصريحات من هذا القبيل وكذلك للخارجية التركية وللمسؤولين الأطراك على مستويات متعددة مراسلة سي إن إن تقول أردوغان يفعل بنا مثل ما نفعل بالشرق الأوسط وده أمر يعني يعتبر وسام يعلق على صدر أردوغان أن يعتبر الأمريكان أن أردوغان ندا وأنه يتحدث مع الأمريكيين الذين كانوا يعيشون في برج عاجي وينظرون للعالم من علن أصبح يخاطبهم بنفس اللغة التي كانوا يخاطبوا بها دول الشرق الأوسط مراسلة شبكة سي إن إن الأمريكية كيلاريسا تعقب على تصريحات تركية حول الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية بالقول إن هذه اللغة نفسها التي اعتدنا على رؤيتها في البيان الصحف الأمريكي الموجه للمواطنين الأمريكيين في حال وقوع أزمة في منطقة الشرق الأوسط ودعت تركيا جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس يعني لا شك أن هذا الأمر كما ذكرنا يعطي لأردوغان وللدولة التركية ثقل وقوة كبيرة تركيا الصاعدة تركيا التي نأمل أن تتحول إلى دولة عظمى حقيقية في المنطقة شاهد الكونجرس الأمريكي زي ما شفنا اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب إثر محاولة اقتحام المبنى قبل أن يتم التصديق لاحقا على فوز جو بايدن وبدورها دعت تركيا جميع الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة وضبط النفس على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية التركية وعلى الصعيد ذاته أدلت مراسل الشبكة CNN الدولية كلاريسا وارد بتصريحات مثيرة للاهتمام حول الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت كلاريسا وارد في حديث لشبكة CNN الإخبارية تعقيبا على بيان تركيا هذه اللغة هي بالضبط نفسها التي اعتدنا على رؤيتها في البيان الصحف الأمريكي الموجه للمواطنين الأمريكيين في حال حدوث أزمة أو أعمال شغب في منطقة شرق أوسطية وأفادت الصحيفة أن تركيا ليست عدوا بالرغم من وجود خلافات في الأونة الأخيرة معها ويجدر بالذكر أن محتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس مما أصفر عن مقتل أربع أشخاص واعتقال 52 وتم اعتقالات أخرى شملت حوالي 14 واحد وجاء الاقتحام إثر انعقاد جلسة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات وأدى إلى تعليق الجلسة لنحو ست ساعات قبل أن تستأنف لاحقا حيث تم إعلان جو بايدن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لا شك أن ما تابعناه مع حضراتكم من الموقف التركي المتجذر والأصيل والذي يلفت أنظار العالم تركيا أصبحت الآن رقم مهم تصريحات أردوغان يشار إليها بالبنان أردوغان الذي أحدث حالة في عام 2020 كل مكان كان له بصمة فيه في شرق المتوسط في ليبيا في أذريبيجان في مالي في لبنان في أي مكان كان لأردوغان والسياسة التركية بصمات بل إن أردوغان الآن له بصمات أيضا على ما يحدث في أمريكا لا شك أن جو بايدن وفوزه خاصة أن جو بايدن كان قد هدد أردوغان فترة حملته الانتخابية بأنه سيدعم المعارضة التركية للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان هذه الدموقراطية الأمريكية المهترئة هذه الدموقراطية التي ترى بعين واحدة لا ترك أردوغان كرئيس منتخب انتخب شعبه في دموقراطية وفي تصويت حقيقي يريد أن يقوم بدعم المعارضة التركية التي تستجدي وتستنصر بجو بايدن لكي يتحركوا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس رجب طيب أردوغان والذي أثبت أنه بالفعل محور حقيقي ينبغي الالتفات إليه والالتفاف حوله هذا المحور الذي يجسد النهضة الإسلامية واليقظة الإسلامية والتحرك الإسلامي هذا المحور الذي يمتد في المنطقة كلها الآن ويتجذر نسأل الله عز وجل أن يحفظ الرئيس رجب طيب أردوغان وأن يحفظ تركيا وأن يجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء أتمنى أن توفون بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة